السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعاكم مصطفى عبدالجواد ان شاء الله هنحل الجزء التاني الخاص بامتحان الاكسل لاي سي دي ال تيتشر الفين وعشرين. معنا السؤال رقم ستة وعشرين بيقول لي غير لون الاشرطة بتاعة الرسم البياني الموجودة قدامي لاي لون معادة اللون الابيض والاسود. طبعا علشان اغير لون الاشرطة باجي على اي شريك منهم وبادوس عليه. بيعمل عملية تحديد لجميع الاشرطة. بعد كده باطلع على تابت فورمات. بدوس عليها وباجي من خلال الشيب فل. بعد كده بختار اي لون معادة الابيض والاسود. وما تنسوش زي ما اتفقنا يا جماعة هاجي على اي مكان فاضي وهدوس برضو كليك. وبعد كده هقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم سبعة وعشرين بيقول لي عاوز يغير لون الخط. اللي موجود باسم المبيعات حسب الدول. الى اي لون من اختيارات معادة لون الابيض والاسود. طبعا اول حاجة بعملها بضغط ضبل كليك. وبعمل عملية تحديد. بعمل عملية تحديد. للعنوان. بعد كده بروح لتابة هوم. وعلى مجموعة الفونت. بروح على لون الخط. وبختار اي لون معادة الابيض والاسود. وبعد كده يا جماعة زي ما اتفقنا بندوس برا علشان الاجابة بتاعته تبقى صحيحة. وبروح اقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم تمانية وعشرين بيقول لي اختر ورقة العمل مصروفات شهرية اللي هو فاتحها. وبيقول لي انشئ مخطط عمودي سلاس الابعاد اللي هو اسمه من الخلايا اتنين الى سي تمانية. طبعا هاجي هنا اتنينة هو الى سي بعد كده بروح على قائمة وبروح بعد كده على الكولوم. وطبعا يا جماعة ادي موجودة قدامنا بس لاحظوا خلوا بالكم احنا مش بنختار اي واحدة تحت ما بنختارش اي واحدة من الاربعة بالعكس احنا لازم نركز جدا لان هو طالب مني نوع معين. طيب اعرف ازاي النوع المعين وهو مش كاتب. كل اللي هعمله ان انا لو قفت بالماوس كده بيطلع لي اسم اللي انا واقف عليه. طيب هشوف الستيك دي موجودة في انا واحدة هي هي الستيك دي يا جماعة اللي احنا شايفينها هندوس عليها مرة بعد كده هاجي هدوس برا القائمة وبعد كده اقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم تسعة وعشرين بيقول لي اختر ورية العامة المصروفات شهرية وغير حجم المخطط الموجود اسفل عنوان تقارير تكاليف الانتاج. بحيث تكون زاويته السفلة في الخلية جي خمسة وتلاتين. طيب انا فين تقارير تكاليف الانتاج اهي موجودة قدامنا زي ما احنا شايفين. طيب هو ده المربع ده اللي انا هشتغل عليه طبعا قبل اي حاجة لازم هدوس عليه كده علشان ابدأ اشتغل عليه. لان من غير ما دوس مش هيعمل معي اي حاجة. وهاجي هنا في الكورنر زي ما قال لي في زاوية السفلة اليسرى. وبروح اشد كده اسحب لحد جي خمسة وتلاتين. طبعا يا جماعة علشان السؤال ده بالزاية يطلع صح? ما جيبش الخط ده على الخط الاسود او براه. لازم يبقى في الداخل علشان الاجابة بتاعتي تطلع صحيحة. وبعد كده بدوس براه وبقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم تلاتين بيقول لي في ورقة العمل مصروفات شهرية. كن باضافة النص تكلفة الانتاج كعنوان للمخطط الموجود اسفل تقرير تكاليف الانتاج. طيب اول حاجة بعملها ده المخطط اللي موجود قدامي. اول حاجة جماعة اروح اعملها ان انا هعمل علم كده على المخطط اللي موجود. بعد ما علم على المخطط اللي موجود بروح طبعا على التابة بتاعة بعد ما بختار التابة بتاعة بختار اللي هو العنوان وعاوزه طبعا فوق اللي هو بادوس عليها مرة واحدة وبعد كده هلاقيها لو نزلت لي مش هينفع سيبها لازم انا اللي اكتبها لان هو هينزلها لك. فهدوس له هقول له تكلفت الانتاج. وركزوا يا جماعة في التاء المربوطة والالف اللي تحتيها همزة. علشان لو نسيت دي او دي السؤال بيطلع كله غلط. بعد كده بادوس برا علشان اجابة تكون صحيحة. وبعد كده بقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم واحد وتلاتين بيقول لي غير حجم الها مش الاسفل ليصبح بمقدار تمانية من عشرة بوصة. اول حاجة يا جماعة هعملها هروح على بيجلي اوت. بعد كده مارجينز. وهنزل على كاسطم مارجينز. وهغير هنا هخليها سفر. وهغير هنا هخليها تمانية. بعد كده هقول له اوكي. وهقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم اتنين وتلاتين بيقول لي كن بادخال الحط اللي هو اسم الورقة ووركشيت نيم. الى الجزء الاوسط من رأس الصفحة. طبعا هنروح على انسرت. بعد كده بنروح على هيدر اند فوتر. بعد كده هقول له كاسطم هيدر. وهعلم في الجزء الاوسط. وهنقول له اسم الورقة اللي هي. ووركشيت نيم. بعد كده هقول له اوكي. وهقول له اوكي. السؤال رقم تلاتة وتلاتين بيقول لي افحص ورقة العمل فواتير وكن بتصحيح اي اخطاء املائية موجودة بها. ده جماعة هيكون عن طريق بريفيو. بعد كده اسبلينج. بعد كده هندوس اوكي. السؤال رقم تلاتة وتلاتين بيقول لي افحص ورقة العمل فواتير وكن بتصحيح اي اخطاء املائية موجودة بها. ده هيكون عن طريق تابت بعد كده هدوس له على بعد كده هقول له اوكي. وهقول له تسليم الاجابة. السؤال رقم اربعة وتلاتين بيقول لي اضبط ورقة العمل فواتير بحيث يتم طباعة عنوان الصف الاول على رأسه كل صفحة مطبوعة. بالراحة كده يا جماعة علشان نفهم السؤال بيتكلم عن ايه? السؤال بيقول لي ان انا عاوز اطبع الصف الاول اللي موجود في الورقة اللي قدامي علشان يطلع على كل رأس صفحة مطبوعة. طيب ده هعمله ازاي يا جماعة? اول ما بيقول لي صفحات او بيقول لي هوامش او اي حاجة خاصة بالصفحات بروح على طول على بعد كده هروح على وهختار بعلم عليها كده يا جماعة مرة واحدة وهو بيقول لي حدد الصف اللي انت عايز تعمله هاجي هنا على الصف الاول اللي هو طلب مني فوق وهعمله تحديد بعد كده هقول له اوكي وهاجي برا هدوس وهقول له تسليم الاجابة السؤال رقم 35 ده سؤال نظري بيقول لي اجي معاني السؤال الموجود في ورقة العمل بيقول لي هنا اي من خيارات الطباعة التالية يستخدم في طباعة ورقة العمل الحالية طبعا هتكون طباعة اوراق مشطة اللي هي فعلا مت اكتف حاليا وهاجي هقول له تسليم الاجابة السؤال رقم 37 بيقول لي اختر ورقة العمل تدليب جيد وغير مستوى التكبير ليصبح مية وعصرة في المية طبعا يا جماعة اول ما بيقول لي زوم على طول بروح على تابت بعد كده بروح على زوم بعد كده بنزل على مية وعشرة وبعد كده اقول له اوكي واقول له تسليم الاجابة السؤال رقم 39 بيقول لي عاوز يغير النص الموجود في الخلية الى اسم الدولة طبعا هاجي هنا وهقول له ايه تو وهقول له انتر بعد كده هنيجي هنا هنمسح هنكتب له اسم الدولة بعد كده هقول له انتر وهقول له تسليم الاجابة السؤال رقم 40 بيقول لي في ورقة العمل مبيعات دولية قم بتنصيق نطاق الخلايا من D3 الى D21 بحيث تكون او بحيث تحتوي قيم الخلايا على نسب مئوية مع مراعاة عدم احتواؤها على خانات عشرية طيب اول حاجة هنيجي على D3 من هنا وهندوس على وهننزل لحد D21 بعد كده هروح على النمبر وهنختار العلامة المئوية وهطلع بره هدوس وهسلمه الاجابة السؤال رقم 41 بيقول لي استخدم الاداء المناسبة للبحث عن الرقم تلاتة ستة ستة سبعة واستبدله بالرقم تلاتة تسعة تسعة سبعة طبعا احنا اتفقنا يا جماعة لما باقوز ادور على حاجة او ابدل حاجة مكان حاجة على طول على وبختار منها وبعد كده بندخل الرقم تلاتة ستة ستة سبعة وبقول له تلاتة تسعة تسعة سبعة بعد كده اقول له فايند نيكست بعد كده واقول له في الاخر السؤال الرقم 42 بيقول لي اعمل تنصيق للخلية من اول اي وان الى جي وان وتبدقه على الخلية من اول اي تويني الى جي تويني طيب انا عشان اعمل التنصيق يا جماعة طبعا لازم هعمل اول حاجة تحديد للا انا عاوز اعمل منه تنصيق وباروح على الفورمات بنتر بعد كده اول ما بيظهر معي العلامة اللي قدامي دي بنزل تحت هنا للمكان اللي هو عاوز وبدوس مرة واحدة بعد كده هدوس بره واقول له تسليم الاجابة السؤال 43 طبعا ده عاوز تركيز لانه سؤال مهم جدا وممكن ناس كتيرة تتلغبط فيه ركز في السؤال ده هو بيقول لك في السؤال اختر ورقة العمل مبيعات دولية وانسخ محتوى نطاق الخلايا من اول الى الى ثم انتقل الى جدول البيانات المفتوح تقرير سنوي واختر ورقة العمل مبيعات تجارية وقم بلصق المحتوى في نطاق الخلايا الى طيب ايه الكلام ده يا جماعة الكلام ده معناه ان هو في ورقتين مفتوحين اول ورقة مفتوحة اللي هي مبيعات دولية اللي هي قدامي حاليا لو بصينا فوق طيب اول حاجة دي يا جماعة مبيعات دولية اهي قدامنا عاوز يعمل نسخ من اول اللي هي دي وهدوس وهنزل الى بعد كده باطلع فوق بقول له قبي بعد كده بيقول لي روح للورقة اللي اسمها تقرير سنوي هتلاقوها موجودة تحت يا جماعة هو هدوس عليها هلاقيه فتح لي مكان تاني هو زي ما انتو شايفين وبعد كده بيقول لي انسخ هنا هقول له واقول له او تسليم الاجابة السؤال رقم اربعة واربعين بيقول لي كن بحس في الصف رقم تلاتة وعشرين الذي يحتوي على النص متوسط المبيعات في العالم طبعا يا جماعة قبل اي حاجة لازم نعرف ان في النمتحانات غير في الكورسات او الفيديوهات او اي حاجة الديليت الوحيدة اللي بتتقبل هنا هقولها لكم دلوقتي اول حاجة بروح احدد او الصف اللي هو قل عليه وبروح طبعا على ديليت اللي موجودة في السيلز طيب انا دلوقتي لو دوست ديليت من الكيبورد او عملت قط او عملت اي حاجة السؤال كله بيتحسب غلط فكل اللي بعمله ان انا بعمل سليكت او تحديد للصف وبعد كده بروح على ديليت وهقول له ديليت شيت روز هعلم عليها وهدوس برة بعد كده هقول له تسليم الاجابة السؤال رقم خمسة واربعين بيقول لي كن بالغاء عملية التجميد اللي معمولة للصف الاول اللي هي المبيعات لكل دولة طبعا انت لو نزلت بالسكرول لكده لتحت بالماوس هتلاقي فعلا ان الصف الاول معمول له عملية تجميد كل اللي انا هعمله هروح على بعد كده هروح على وهقول له بعد كده هدوس برة هتأكد ان الصف تلغى التجميد لو نزلت وطلعت كده اجابتك صحيحة بعد كده هقول له تسليم الاجابة السؤال رقم ستة واربعين بيقول لي من جدول البيانات اللي قدامي عاوز يعمل حس في الورقة العمل اللي مكتوبة باسم متاجر جديدة اول حاجة هعملها يا جماعة هنزل تحت هلاقي فيه تلات ورقات موجودين مبيعات تجارية ونفقات ومتاجر جديدة هروح على الورقة اللي هو عاوزها طبعا مش هينفع دوس له وعمل له من القائمة اللي هتظهر او اقول له قط او من الكيبورد علشان السؤال كله ما يطلعش غلط كل اللي انا هعمله ان انا هفتح الورقة وهروح برضو على قائمة اللي موجودة هنا وهقول له يعني مسح للورقة بعد كده هقول له بعد كده هسلم الاجابة السؤال رقم سبعة واربعين بيقول لي عاوز يعمل تنصيق التفاف النص على الخلية بحيث يظهر النص الموجود في الخلية كاملا طيب احنا فعلا هنا لو جينا على هلاقي ان الكلام مش ظاهر كاملة فكل اللي انا هعمله هعمل تحديد من الماوس بعد كده بروح على هدوس له عليها مرة واحدة هتتعمل زي ما انتو شايفين وهدوس له برة بعد كده هعمله تسليم الاجابة السؤال رقم تمانية واربعين بيقول لي غير نوع الخط او المخطط اللي اسمه الى مخطط اخر اسمه طبعا اول حاجة بعملها يا جماعة ان انا بحدد اللي عندي اللي هو الخطوط دي اللي انتو شايفينها تمام بعد كده بروح على ومن بختار change chart type وبعد كده بنختار النوع المطلوب اللي هو البار ولو نزلنا على البار وقفنا هلاقي مكتوب cluster the bar هقول له اوكي بعد كده هدوس برة وهقول له تسليم الاجابة السؤال رقم تسعة واربعين بيقول لي غير اعدادات الصفحة بحيث يتم ملقمة البيانات الموجودة بها لتطبع في صفحة واحدة زي ما احنا اتفقنا يا جماعة بل كده في الاسئلة اللي فاتت اي حاجة بتكون خاصة بالصفحات بالطباعة بالهوامش بالكلام ده كله بروح على تابة page layout بعلم عليها وبعد كده هروح على two pages اللي قدامي وهختار one page بعد كده هقول له تسليم الاجابة السؤال رقم خمسين طالب مني ايقاف تشغيل الخيار خطوط الشبكة اللي هي اسمها بحيث لا يتم طباعة خطوط الشبكة في ورقة العمل زي ما اتفقنا طالما جاب لي اسم طباعة والحاجات بتاعة الورق العمل وكده بروح على وبروح على بحوش علامة الصح اللي هي على وبكده مش هتطبع معايا خطوط وبعد كده بقول له تسليم الاجابة وبكده يا جماعة نكون خلصنا الجزء الخاص بامتحان للجزء الخاص بامتحان الاكسل لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وتعمل اشتراك وتنورنا في القناة بتاعتنا كان معكم مصطفى عبد الجواد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته